يعني حرب كبيرة الآن في وسائل الإعلام التركية على مواقع تواصل اجتماعي بين الرجل الرائع الدكتور ياسين أقطاي وبين الطرف الآخر وميت أسداه رئيس حزب النصر التركي الذي يصفه كثير من الأتراك بأنه يقول أقوال عنصرية لا تتفق مع قيم الشعب التركي حينما يقوم بالهجوم على السوريين ويصفهم بأنهم محتلين يعني يقول من الآن لن نتحدث عن اللاجئين السوريين بصفاتهم هاربين أو لاجئين بل سنقول محتلين وسنعمل ليلة نهار من أجل طرد هؤلاء المظلومين والمتهدين الدكتور ياسين أقطاي رد عليه وقال له أنت من الأصل لا تمثل الشعب التركي ولا تتحدث نيابة عن الشعب التركي أنت من دولة داغستان إذا ما أردت أن نتحدث بهذا الشكل وعن أصول كل فرض مقيم داخل تركيا أنت من دولة داغستان التابعة لروسيا دولة تواجد بالقرب من الشيشان أجداده من داغستان ثم بعد ذلك أتوا إلى الدولة التركية لذلك يعني يقولون بأن هذا الرجل في إطار كلماته تلك عليه العودة إذا إلى داغستان الدكتور ياسين أقطاي ذكرها أيضا بأن الشعب التركي أسقطه في الانتخابات البرلمانية ولم يستطع أن يدخل للبرلمان التركي لأنه رسب في هذه الانتخابات لأن الشعب التركي رفض مثل هذه الأقوال والتوجهات الدكتور ياسين أقطاي يقول أيضا بأنه إذا ما شعر هؤلاء اللاجئين بالخطر داخل تركيا فإن هذا الأمر يدلل على أن تركيا تعيش مرحلة صعبة للغاية وأنها إذا تمثل خطرا كبيرا أيضا على أصحاب التوجهات الإسلامية المعتدلة طبعا كثيرون أشادوا بالمقال الأخير لدكتور ياسين أقطاي وبدفاعه عن اللاجئين والمتهدين والمظلومين وبدفاعه أيضا عن الخصال الجيدة والنبيلة للشعب التركي والتي رأيناها على مدار كل تلك السنوات الماضية طيب